سنة أبو حميدي عدل موثقة بدائرة استينافية بأقادير المجتمع تقبل المرأة العدل رغم أنها وليجة جديدة لهذه المهنة سلاميذ من عندهم المؤسسة أصروا أنني نكتب لهم عقدهم ديال الزواج وكان هو أول عقد فتحت به المذكرة ديالي بديت المهنة مع أول فوج للنساء العدول اللي ولجوا مهنة التوتيق العدلي اللي هي في إطار قانون خطة العدلة 16-03 سنة 2018 بعدما من علينا صاحب الجلالة بقرار أن المرأة تولج لهذه المهنة اللي كانت تحكر على الدكور والحمد لله استأنفنا بإطار التكوين ثم التمرين ثم التدريب ثم جاء التعيين اللي لجي المهنة جاني التعيين في مدينة أقادير اللي أنا كنسكن فيها وبدأنا ممارسة المهنة ولله الحمد بشكل أريحية والمجتمع تقبل المرأة العدل رغم أنها والي جاج جديد لهذه المهنة لأن الحمد لله مغربنا في مكانة المرأة مكفولة بالدستور والدستور المملكي يعطي الحق للمرأة مثلها مثل الرجل في إطار الفصل 19 فاحنا الحمد لله في بلدنا عندما كان المرأة في أي مهنة تولج لها وكتلقى مكانتها في المجتمع المغربي ربما يكون بعض الاستثناءات ولكن غتكون في المجال القراوي أو في بعض المناطق اللي فيها المرأة ما كتشتغلش ربما بقي عندهم تقافة ديال المنطقة محصورة في أن الرجل هو الذي يشتغل لكن الحمد لله في المودة الكبيرة من بينها مدينة أقدير اللي تعينت فيها كين تقبل كبير للمرأة بل بالعكت كيف يفضل المرأة لأنها تعطيه وقت أكتر وكتشرح أكتر وعندها إلمام أكبر بالمشاكل الأسرية وقريبة من الأسرة بكونها أم وبكونها كتعيش تقريبا تجري في حياتها اللي كتخليها توصل لأي معلومة وتعطين نصح وتحاول أنها تجمع تلمج شمل الأسرة إحنا ما كانت تسرعوش باش نوطقوا الطلاق كان أعطيه وقت للأطراف باش أننا نصلحوا الأسرة المغربية وتبقى مترابطة إبرام عقود الزوج نظمات المدونة الأسرة طبعا وهو كيكون بإجراءات اللي كيقوم بها في بعض المحاكم كيقوموا بها المواطنين من أنفسهم وفي بعض المحاكم كينا السيد العادل وليسيدة العادل هم لي كيقوموا بهذه الإجراءات أنا في منطقة أكادير حنا الي كونقوموا بالإجراءات كلها من الألي في لليะ فبالتالي حنا كنقوموا بإجراءات فتح الميلة في المحكمة وكنتظروا الإن من قضي الأسرة المكلفة بالزاواج من بعد منها مني كنحصلوا على الإن الاطرف كنقوموا بتوطيق عقد الزاواج وكنقوموا بالإجراءات البعضية هي تقديم العقد للنسخ في مؤسسة النسخات سابعة المؤسسة التوتيق حتى نخرج العقد العدلي باش نعطيها للأطرف وهذا الحمد لله يعني أنا شخصيا أول عقد والتقطوف مذكرتي كان عقد الزواج لأنني كان مرس تعليم من قبل كنت مسؤولة إدارية وتربوية في مجموعة ديال المدارس فكان التلاميذ من عندي من المؤسسة أصروا أنني نكتب لهم أول عقدهم ديال الزواج وكان هو أول عقد فتحت به المذكرة ديالي والإشارة هما صحفيين يعني كيمرسوا مهنة الصحفة